أشرف جبالي من رويد الأعمال العرب بسويد وهو مدير شركة جونيتيكا لفحوصات كورونا وزوجته ألاء خواص خبير التغذية وفي معهم أطفالهم آدم وريان عائلة ألاء وأشرف هم ضيوف حلقة اليوم عائلة عربية بسويد والطبا هو أكل سويدية أما الحديد خلال الحلقة هيكون عن السفر والسياحة وعن التغذية الرعي الخاص له الحلقة شركة جونيتيكا وشركة سبيستاون يلي حيقدموا تذاكر سفر هدايا للمتابعين مع 8 فحوصات بي سي آر مجانية طبعا بالإضافة إلى هدايا البرنامج الدائمة وهي روبوت دم سجري من يوفي ولا حتى تربحوا تابعوا الحلقة وعدوا عدد مرات ظهور طير القومبس الذهبي نزلوا تطبيق القومبس الجديد واكتبوا الرقم الصحيح لظهور الطير وتوزيع الهدايا رح يكون يوم عيد الفطر متابعة شيقا طبق وبلد برعاية سبيسي شيكن ماك ناغيت من ماك دونالد أرسل صدقتك إلى أي مكان بالعالم خلال شهر رمضان وسترن يونيون مكنسة كهربائية روبوت من يوفي سدير فود رمضانك مبارك ألا ألا خواس هي واحدة من أشطر أخصائيين تغذيهم بسويد وزوجة الشريك المؤسس لشركة جينيتيكا لضحصات البي سي آر أنا بدي رحب فيكن أهلا وسهلا يعني أكيد وجودك اليوم أشرف مهم ووجودك علاء كتير مهم بس وجود هالتنين أهم نحن منايك يا هم مفاجأة أنت حكتونا في مفاجأة بالحلقة أنا جبت لك مفاجأة تانية لاي بنتنا نعرف المشاهدين عليهم شو اسمك؟ آدم اسمه آدم نعلي صوتنا نعلي صوتنا هلأ خلال حلب نعلي صوتنا و... شو اسمك؟ إيانا واو شايف صوته؟ يا العلي صوتك أنت كمان شو اسمه؟ برافو آدم طيب تشوفوا هلأ أنا أول شي بدي ورجيكم المفاجأة مثل ما كنتوا عم تسمعوني كمان أنه في عنا هون المكونات للأكلة وفي عنا هون صورة الأكلة النهائية بدكم تطبوا الأكلة وتطلع الصحن نفسه بالأول بتحبوا الأكل السويدي يعني حصب حصب الكثير كثير بتحبوه صح؟ أهلا بعد ما أطبح الطبخة منقرر إذا منحبوه شو بتعرفوا أكلات السويدي شوت بولر بالنسمي ماي فيفوريت شو كمان في أكل هيك يمكن قريبة شي على الطوست أهلا بعد ما أطبعه أهلا بعد ما أطبعه شو اسمه؟ شو؟ أنا فكرة بأكل ما أطبعه شفتها؟ أهلا بعد ما أطبعه شو هي الأكلة؟ شو هي الأكلة؟ شو هي الأكلة؟ خبز هون في خبز هون؟ تعال حتى ورجيكم شو هي الأكلة؟ الأكلة هي وان تو تري تر أن شو أهلا؟ شو هي الأكلة؟ ما أهلا لم أحل ومّا م 你 побقد أخصية التنزيم وأشرف وأن أشرف وأنها لم أعشر أخلي قريبة مستحيل أهتم بإسم الأكلة لأكلة هي الأكلات هادي من أشهر الأكلات السويدية كتير سهلة إنتي وأشرف هلأ بتكون تطلعوا الغراد لحتى تطلعوا معنا مكونات أنا مو أكسبرت كتير بالمطلق أنا إخصاص حلويات بس فاجأتوني اليوم والله آه صح اليوم كنت أنت حابب تعملنا كنافة ولو ما زلت حابب بعد الحلقة بلك عملنا كنافة بس نحنا منحب العائلات العربية يعملونا أكلات سويدي لنشوف قدش من دمجين نحنا خلينا نشوف إذا طلعت طيبة معاتهم من دمجين لو جيت لعنا بتكي سويدي كنت عطيتك تعمل كنافة نعم يوح بدك تعمل معنا أكيد يو كان دويت يلا لاتس تطلعوا هلا بس لنطلع الأغراض كلها من هون اوكي محمس قويستات ونجيب هلا بدك هلا بدك داك تحط له الميونيز بدنا نخلطه مع الميونيز وليفرش كريم وليفرش كريم هيا بتحط له في الأشمال ونحط له زبدة كمان أتوقع والميمون والزبدة أو يو كان عطيته حيث Morrison أنا فيني ساعدك فيني ساعدك إليك نايك كل شي نايك في ناس تحبها بدون بصل منك خلاص إحنا مستغنين على البصل إيه إنتو حتقروا كيف تطبخوا هو مفروض تعملوا واسح مفروض يكون في بصل طب شو راي كنتي تبلشي وأنا بساعد يلا شو هلتو إشراف بتصيرهم بهذه الحالة طب شو راي يكون هو هلأ ريان أما إفتح بيقعدك حط الغراض بقلب البول هلأ ريان مغفر أمو أي إشي جاهز هلأ معقولي هكي عندك بالمطبخ نشوفك أنت وزاوك هل تطبخوا؟ هلأ هنا كل أسبوع كل ويكيند لازم يعملوا قلب كنك أظلا كلكم بتفوتوا على الأقل لازم يكون في كرامة ومفز وهكي إلا أنتو قصن يعني أشرف بيساعدك بعد بالمطبخ والله كم أكل شعطة فيهم ساعدت بأكل مساء الله لا يورجيك المشلاء هيا نحط هلأ قادي أفدكم بكس باكلة بس لازم نوصيها من الماء أطلبها هلأ قادي هلأ قادي هلأ قادي هلأ قادي بحضر وجودك معل اليوم أنتي أخصائية تغذية فحبين نعرف منك بعض النصائح تغذية أكيدك في الناس كثير بتأتي تسألك عن أهم سؤال اللي هو كيف نعمل رجيم كيف ننحف من دون ما نوقف أكل وشو كي صحي وسريع أنا ضد إنو الواحد يكتي أنه أنا بيساوي رجيم أو مساوي حمية أو يحرم حاله أو هيت لا أنا مع أن الواحد يأكل كل شي بس باعتدال ويحاول دايماً يأخذ الشغلات المفيدة ويغط المقس ويأكل أشياء ما في أي مشكلة يعني ممكن مثلاً يأكل خمس وجبات أربع وجبات يأكل هنالثلاث وجبات رئيسيين ووجبتان خفاف مفتور غدا عشاء يأكل احتياجات الكاملة من البروتين المشميات من الدهوم مع ذلك ما في مشكلة إذا بدخل مثلاً قطعة تحلو قطعة شوكولات إذا قطعت أي شيء ما في أي مشكلة طب ما هيدا كل يوم نحنا بنعمله بس ما بنحافظ لأنه أوقات شو سر؟ لأنه أوقات يمكن تكون عم تخطي فوق احتياجات جسمك مثلاً أنا جسمي غير جسمك غير جسمه غير يعني كل شخص بحس أنه هو اللي عزنا ما يعرفش أش جسمه بده أو كمية الأكل بتخرجه أنا بحكيليك سر تاني ليش ما بتنحفي هلأ أمرتي بالعادة بتحط لي برنامج بمشي عليه وبتلاقيها مراقبتني بالليبرو كيف لازم أطبق البرنامج أنا بطلع بالبيت بطلع بروا البيت بصير بأكل على كيفي برجع بحكيلي أملتزم مية بالمية بالراشيم تحكيلي غريب أنت بحكيلي أكيد عم تعرف على فكرة لا لا ما بتعرف هي مستغرب ليش ما عم بنعم كلياتنا بنعمل هيك على فكرة تعرفي حتى في مرة سمعت يمكن أحدك عم يحكي أنه إذا الإنسان وقف عن الأكل بصير جسمه بيعرف أنه ما عنده إلا هالوجب الوحيد اللي بكي هيكلة ما بيحرق إذا جوّع إذا جوّع حرق هلأ قصة التجويع كتير رغبته أصلاً جسمك ما رح يحرق بالعكس العملية الأيضة لك فهو الصح أنه لا تعطي جسمك احتياجاته تشرب الماء تشرب تشرب ماء كافية تعطي جسمك احتياجاته وهو هيك أعطي دور ريال مفروض مبعب إذا انتبهت أذم وين صار دور ريال عادي أنت تعاودي عليهم لا أنا متعاودي عليهم بس أشرف نحنا مش متعاودين عليك بالمطبخ نحنا متعاودين عليك بغير مكان انتو غدرتوني خلاشتوا بحكي إلا استلمت الطبخة لحالي إذا سألوكي من طبخ حكي أشرف مؤلاء المشاهدين عميش تكمل المصالة؟ لا المشاهدين مبسوطين فيك بس بي شغلتين ممكن نحكي إذا لم أطلع الطيبة منيحكي لا لطبخة بغد نزل شو صح نحنا منعرف أن أنت عندك جينيتيكا يا سلام جينيتيكا التي تعمل الفحوصات PCR والأنتيين مضبوط نحنا جينيتيكا شركة مختصة بفحوصات السفر لكوفيد 19 سنربح جوائز فحوصات PCR أو أنتيجين تست لتمنى أشخاص نحنا بنا نعرف منك قديش هون صعب أو سهل أنه الإنسان ينجح أو يكون مثلا عنده فكرة أنه يكون صاحب صاحب عمل خاص قديه صعب بالسويد أو قديه سهل أنه يوصل هي بصراحة الموضوع ممكن يكون سهل ممتنع الفرص تحسيها متساوية للكل ما في وظيفة أو مكان عمل محدد بأشخاص يعني أنت كشخص إذا قررت عندك الفكرة وعندك الإرادة وبدك تنفذ يعني أهم شيء يكون عندك فكرة وإرادة وجاهز للتنفيذ عندك خطة تنفذها فما في عندك حدود للمجاح هاي مشتغلات كتير مهمة في قوانين معينة الواحد يقدر يمشي عليها وبقدر بالنشاط أو بالإرادة تبعته ينجح بالبزنس تبعه أهم شيء باستمرارية أو بتأسيس أي شركة إنه استمرارية يعني إذا فشل بالأول ما أنه يستسلم هاي المحاولة أكتر بس هي الاستمرارية أنه يحاول يكفي أكتر يعني ما من أول شهرين ثلاثة أول سنة طب أنت أشرف بعد قد ما جيت على السويد قدرت تحقق نجاح العالم الأعمال أنا بصراحة كان عندي تجارب سابقة من دبي وكان الأول تجربة بالشغل الخاص من 2011 ففي عندي تجارب سابقة فا أتوقع بعد ما جيت لهم بسنتين تقريباً كنت أسس أول شركة وقدرت الحمد لله أعمل يعني قصص مجاح فبداية أسست شركة العلاقة بآي تين المجاعي الأساسي في تكنولوجيا المعلومات بعدين اختحنا شركة جيباس و جيباتيك اللي هي آخر شيء اللي مهتمة أكتر بفحوصات بسي آآ وهي الأفكار بتيجي أو الأقصص بتيجي هاي عبارة عن فرص مبتوسط بس مثل ما أنت فرصة والتحديات ونحن بما أنه أنت كمان بالمجال السياحة والسفر بنا نسألك عن الوجهات الأوروبية الجزائبة ولكن قبل بدنا نشوف ألاء شو الشفار بالطبخة والأولاد شو عم يعملوا جلدها دي هاي قط هاي واحد للقادة وحدي للريان هاي هاكي بدنا نعمل شوي شريم حط دي إنت انا شكري بدك ما نزل بس ها هاي شو تدعني نعم أحطي حط خطة حطة كمان تدعي كيف يعمل فيك شوف دعدي بدك تدوق ماذا؟ واو محلو حاكي مطيبة طيب دي ويد بنده كمان كتير يمكن على ساعدين على ها عم حمص بالخبز واو اتوقع أشرف لازم تشفرم معها شو اسم هلأ في عندنا مصال نحن بحكي انه إذا طبخة كتر الطبخين احترق الطبخة ربك حميد ما في غاز كتير ما رح يصير حريق بس فيه كمان شغيتاية ممكن نحكي انه نحن مع بعض منصميها أزبط أزبط شبتي مع بعض منصميها أزبط لانو اجت قلقة عليك عرف كيف تصمي زبطة طبو بيقولوا مثلا الخبز الأسمر صحي أكتر من الخبز الأبياد هلأ هو اي لانه الخبز الأسمر في الخالف خالف الإشار الخارجي للأمر فيها الألياف فيها البيتامينات فيها المعادن يحتاج الجسام والألياف أصلا بتقلل من امتصاص السكر الدمي بتقلل من ارتفاع الأنسلين في الدم اي فمشان هيك الأسمر أحسن أحسن يمكن طب أنا كتب بدي إليك في منهم اللي بيعملوا الرجيم عادة مش بس بيخففوا النشبية بيلغو تماما هل هالشي صحي؟ لا أبدا مو صحي أبدا لازم جسمك لازم ياخد حشته 40 بالمئة من الأكل بتكون كربوهايدرات 25 بروتين في دهون وفي خضار وفواكيل رافو آدم أشرف كنا عم نحكي من شوي عن وجهة السياحة بأوروبا شو أكتر بلد بيلبق للسياحة بأوروبا أحلى بلد للسياحة بأوروبا وأي شهر بالسنة؟ بشكل عام أنا شخصيا بميالة بحل قبل متوسط بحل قبل متوسط وهي من الوجهات التي ترغبوها السياحة إيطاليا إسبانيا اليونان يمكن جوه لأنه بكون ديفي أكتر الجو البحر الشمس حتى السوديين والعرب يعني يحبوا هاي الوجهات فأغلب العالم تروح السياحة عليها بالإضافة عندي كمان تركيا أكيد وجهة كتير بالصيف شو أكتر وجهة حلوة؟ بالصيف هذول هذول الأمكان في وجهات شتوية بيجي عندك دبي وجهة كتير جزر الكناري كمان وجهة مرغوبة كتير وعندك كمان هورغادا الغردقة كمان من وجهات هذول يمكن البلاد اللي بيكونوا كتير حر كتير حر يكون درجات الحرارة درجات الحرارة درجات الحرارة تكون بسويد بشهر 12 ماينس 16 بالدول هذيك ممكن تكون بلس 25 أو بلس 20 فأنت عم تحكي عن 35 درجة فرق فهوم بيكون تجمد بتروحي لونيك بتلاقي ناس شورتس وعالبحر عبدالصبح فوجهات كتير مرغوبة بالشتاء طب عشف أنت وأنت وألاء والولاد عنكم كمان بتحاولوا به رمضان مثلاً الجو والبيت والعيد يكون قريب على جو البلاد العربية من مطرح لانتو جيتو ألاء ألاء مستلمة تقوصة رمضانوني فبتلاقيها بتعمل شوية زينة بالبيت بتعمل ديكورات بتحسس إنه فيه جو رمضان ما يلازم وارجعنا مشاهدينا يمكن تحسوا بشوية فرق عن شوية عن شوية صاروا جو قلتوا نلاحظوا المشاهدين شو نائف والصورة لا لا ما فيش نصح شمورة حنبت فيه حنبت فيه هو صراحة الولاد تعبوا وطلعوا شوية يرتاحوا لأنه الأكلة أخذت كثير وقت وهيدي الأكلة صعبة مضبوطة أشرح والله هي بصراحة سهلة بس احنا صعبة كانت علينا هل تطلعونا الأكلة مثل اللي بالصورة تعرفي بدي حاول شيء غير بتكون ما تنجح بدي حاول تطلعيك إياها أحلى من الصورة يلا خلينا نجرم يلا أنت وقلع ألا بتفكري بعدين تفتحي عيدي خاصة هلأ هو هيك إن شاء الله بلتك ممكن هلأ بس لأخلص المصر إن شاء الله ناوي ناوي تفتحي عيدي خاصة هيك بنجي لعندك أكيد أهلو سهله بك سعتم كمان إتي بتقدميلنا جوائز عن الدايت عن الدايت أيوا خلينا نعمل هيك نعمل هيك نعمل هيك عبس وحدتك الحاة أشوف شو الأكلات المفضلة عندك أكيد والله أنا في أكلي اسمها مغربية مفتول مفتول تعرفيها؟ أكيد طيبة هاي من أكتر الأكلاتي بحبة أنا بصراحة واو بلعيد شو بتعملوا أكل لا أشعطري شو رأيكم مشاهدينا لازم الحكم كمان مشاهدينا هن يحكموا على الأكل بس بفتكر إن كن جوتشان هلأ ما بعرف مين إلو شح هلأ مين دوء دوء أيوا موضوع الدوء الكرباح الصراحة ولازم تشجعينا أو أدوء أي ديما يعني بعدين عشان أرجع فوت المطبخ مرى ثانى أنا أنا راح دوء السوس مع أنه أنا فصتها قدت بعملوها بشكل مضبوت مع أنه ما ضيان عليها طيبة أو.. بشرح طيبة بالخير والله طيبة حيلا مساسي Line كماند مزبوت أنتوا همتوا هلأتوا ملح أحطينه ملح الملح مزبوت أولو مهار مهار مزبوت ميت؟ ايه تماما برافو عليكم نصحينا نعمل بزنس ونصير نجانبها كثير طيب كثير طيب في العيد شو كنت عنده أكل؟ هلأ لازم معموري العيد مع المالك معموري العيد؟ نفس العجقة اللي كانت هم يكون عندي بالبنت من هنيك على هذه العجقة وفي أكل كتير رحنا نعملها بالعيد ريش ونحطها بالفرن مع زيت زيتون واو هاي كل عيد كل عيد لازم معزومين نحن أكيد معزومين معزومين نحن؟ خلاص هلأ أنا بعرف أنه أنتو يعني أكلتكم دايما بتعملوا سويدي وعربي شرقي وغربي بس بتفكري أنه من بعد ما هلأ شفتي هذي الأكل الصحي والسريع وما بده بوقت كثير لسويدي بتفكري أنك تعمليه أكتر بالبيت؟ ايه هلأ أكيد يعني مشان كمان لولاد لأنه بتحسيه أسرع من الأكل الشرقي يعني لأ هو مو عسرع إنه هني لازم يجربوا كل شيء لازم ولكن لسويدي أنا منحازة لقلو طيب شوت بولر والله أنا بالنسبة لي شوت بولر هي مفضلة هلأ هاي بعد ما دوقت بعد ما دوقت بعطيك رأيي ها 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 هوا ها 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 قد بدي أشكر للمشاهدين لمتابعتن لألنم بدي أشكرين لكل سنة وإنت تبقى للخير وديما نحنا معكن بالقومبس ببرامج جديدة بخاصة ببرنامج طبق وبلد بكل رمضان وديما موكبكن بدي أشكركم ألا أشرف اليوم حلقة كثير مميزة والأولاد بجانينو جانينو يعني عن جد بجانينو هني غلبونا شوي بس دايما هي الغلبي هاي بتحبيها صح وللا هاي الأولاد هني أحلى شيء وهني زينة الحياة وهني للعيد يعني جوون العيد العيد لأول أصلا حضرت العيديات تأشف لألون نحن بالعيد عندنا طقوس على فكرة نجمع كل الأولاد العيلة بكونوا شي عشر أطفال ومنجيب بحلو ومنصير انزلتوا هيك بصيروا هني كل واحد موعوا كيس وبيلملم الحلويات تشترك معنا أنا؟ لازم الكل يشترك حلو كير أنا جاي اشترك معكم بلململم الحلو بأحدو العيديات أنا راح تركن انتو توضعوا المشاهدين وتعيدوا عليهم وتكونوا انتو عم تختموا البرنامج كل عامو انتو بخير مشاهدينا ورمضان مبارك عليكم جميعا كل عامو انتو بخير وإن شاء الله متقلوا بس كعكات العيلة عيد سعيد مشاهدينا ونشوفكم بموسم الجديد من طبق وبلد اشتركوا في القناة